نعم محمد مساء الخير عملية التصويت العام مستمرة في الدائرة الأولى بمحافظة أربيل قبل قليل رأيت مدير الفرع سرع لمفوضية الانتخابات قال بأن نسبة التصويت في الساعة الثانية عشر دهران تجاوزت 26% والعملية مستمرة وقال نتوقع بأن حسب النتائج غير الرسمية بأن نسبة تجاوزت 33% حتى هذه اللحظة وقال بأن المشاكل الفنية التي كانت موجودة في الصباح مع افتتاح مراكز التصويت هذه المشاكل انحلت بشكل كامل ولم تبقى أي مشكلة فقط هناك بعض الأشخاص لا يتعرف جهاز البصمة على بصماتهم ولكن هذه مشكلة فنية صغيرة لا تعتبر مشكلة كبيرة وجميع المشاكل المتعلقة بالأجهزة وداخل المحطات انحلت ففي الصباح في السوران توقفت محاطتين من العمل بسبب تعطل الأجهزة ولكن بعد أخذ الكود والرقم من المفوضية في بغداد تم حل هذه المشكلة وبدأت هذه المحاطتين بالعمل مرة أخرى العملية إذن مستمرة في الدائرة الأولى وتسير بشكل جيد وبشكل هادئ وسلس وإقبال المواطنين في الفترة المسائية ازداد أكثر من الفترة الصباحية فدائما ما في الانتخابات يعني إقبال المواطنين على مراكز الاقتراع يكون أكبر في الفترة المسائية وهذا بالضبط في هذه الانتخابات حدثت في الفترة المسائية ازداد إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع فعلى سبيل المثال في هذه المحطة التي أنا أتواجد فيها من مجموع 440 ناخب صوت 193 ناخب حتى هذه اللحظة أي 43 بالمئة والعملية مستمرة محمد وفي الساعة السادسة مساء ستنتهي العملية وليس هناك قرار بتمديد العملية حسب البرنامج الذي وضع لجميع الأجزاء التي تتوقف في تمام الساعة السادسة مساء نعم محمد